السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال يا شباب جلسة حلوة النهاردة بحجم تداول أعلى من مبارح مبارح كنا عاملين مليار 600 النهاردة 2 مليار 224 أسهم بدأت في الاتجاه الصاعد بتاعتها أسهم جابت أهداف فبسم الله ما شاء الله النهاردة جلسة عجباني حلوة وفيها استياد برضو الفرص واتضح بقى ليكم المناطق التجميع اللي اشترينا فيها الأسبوع اللي فات لما قلنا الحاجات اللي بتصحح دي الأسهم ركزوا عليها في حاجات بتصحح للصعود وبدأت النهاردة الصعود بتاعتها فالحمد لله صعود متصل مبارح كنا يدوبك معديين اللي 14 920 النهاردة عدينا 15 42 زي ما قلنا أهم حاجة ان احنا فوق اللي 14 811 اللي مطلوب بقى مننا ان احنا نطلع من المنطقة دي في منطقة انا كنت محددها ثانية واحدة الـ 15 262 اللي 14 920 لـ 15 262 ان شاء الله أول ما نتجاوز الـ 15 62 ونرتكز عليها نكمل الصعود بتاعنا المتتالي وبإذن الله الخير جاي لسه بنستهدف بعدها الـ 15 472 وـ 15 669 كمنطقة احداف فإن شاء الله متواصلين في الصعود في الكيس 30 نبص برضو على الكيس 70 النهاردة قفل على 2931 برضو تجاوزنا الـ 2993 اللي قلنا عليها مبارح فكده كويس كنا خلاص بأن على المقاومة 1943 حاجة بسيطة فالسهم قفل على الـ 2931 ان شاء الله بكرة لو ان شاء الله صعظين هنروح كده للترند فنعدل الـ 2943 وـ 1952 ونبات عليها ونتجه للـ 3038 وبعدها 3103 كل ده هيتواصل معنا بالزخم وبالسيولة اللي تزيد بقى يوم ورد تاني أسهم كتير للوقتي بان فيها التجميع وبان بدأت تتحرك للاتجاه السعودي نشوف لما كنا قلنا ان احنا بس نتجاوز 2680 هنمشي بقى فرالي يوصلنا للـ 2893 وحصل بعدها وصلنا لـ 2943 ومن عندها بالزبط بدأ التصحيح بتاعنا لحد 2725 ورجع يتواصل معنا للسعود تاني السعود ده بيستهدف الـ 3103 بإذن الله فان شاء الله كله خير نبص برضو على بعض الاسهم كده القوية اللي قلنا عليها دي أبو إير أبو إير قلنا لما يتجاوز بس منطقة الـ 39 و37 هينفجر معنا وبدأ السعود بتاعه النهاردة من الثمانية وتلاتين تسعة وسبعين برضو آآ مبارح وصعد والنهاردة لحامل سعود ضفيف كده لسهلو شوي على الأهداف بتاعته ومن هدف يرتجز للهدف اللي بعده يكمل السعود آآ رواد النهاردة كويس بصفرة قلنا ان السبعتاشر ونص لازم تحاميها وما يكسرهاش هيكمل السعود فكده ميش يا معانا زي ما قلنا آآ ارتكز على السبعتاشر تمانين اللي كدعم محددين له ووصل للتمنتاشر واحد وتمانين آآ كان لسه عنده المقاومة تمنتاشر تلاتة وتمانين بس انتوا عارفين أسهم بتصفر الآن السعي بتاعه بقى يدعم السعود يعدي بقى التريند ده ان شاء الله ويوصل للعشرين تسعة ويخش في المناطق بتاعة الموفنجين وان شاء الله يعديها فيدي باور آآ حديد عز اللي مبارح قلنا انه وصل للهدف بتاعه النهاردة مرتكز كده عليه بجسم الشمعة وآآ جاي بالخمسة وعشرين اتنين وتمانين قمقاومة مقدرش يتكاوزها فهنشوف آآ الارتكاز هيبان معنا من بكرة برضو لان النهاردة عامل ديل تحتي كده فلو بكرة برضو ما كسرش الخمسة وعشرين تمانية واربعين يكمل السعود بنشوف آآ ايه فاينانس عملت ايه آآ لسه بتسعاد بالشكل الطفيف بتاعها كده وصلت برضو لمنطقة كنا محددين اهداف بس كتجابتها قبل كده وجابت اكتر منه بتنزل فالوقت بيسحف كده يباد فوق تسعتاشر ونص يروح بقى يباد فوق العشرين يكمل السعود بتاعه المنصورة النهاردة حصل عليها شغل كده ولسه قلنا ان هي بين الموفينجين فكده بتستهدف الموفينج التانية عند حدود الجنيه عشرة وشوية جنيه عشرة تلاتة آآ يصعد بس فوق الموفينجين لانه هو كل ده شغال آآ بين الموفينجين يعني منطقة معرضة قوي آآ يوصل لمنطقة الشراء ويطلع منها فآآ اما نشوف يعني عايزينه بس ايه يرتكز على الجنيه زيلو تسعة تلاتة لان نشوفه كل الشموع اليومية اللي فاتت دي كانت دي الشموع دي الشموع وبينزل فارتكازه على الجنيه زيلو تسعة تلاتة يدي دي المجموعة من الاهداف التانية نبص برضو على ايه النهاردة فوري كان شغله كويس جدا وبدأ الهجوم بتاعه هو ما زال فوري شغال فيه قناة صعدة آآ بيتجه كده للهدف اللي جابه قبل كده ونزل منه الخمسة خمسة وستين فإن شاء الله لما يتجاوز الهدف ده ويرتكز عليه يدي باور آآ كويس نشوف آآ ايه تاني العربية الهندسية كان حد بيرضو بيسأل عليها قلنا ان السهم ده كويس آآ ويعني لما راح لمنطقة الهدف كده خسع من عندها من جنيه اربعة وثلاثين اتنين بعدين نزل آآ وعمل جنيه ارباح لجنيه خمستاشر كانت فرصة كبيرة جدا للشرة في الارقام دي خد نفسه بقى ورد تاني باور عالي ويوصل للجنيه تلاتة وثلاثين كان عنده المقاومة الجنيه تلاتة وتلاتين آآ خمسة آآ في الجسم الشمعة على الهاي فان شاء الله لما يطلع فوق الجنيه اربعة وتلاتين اتنين يرتكز عليها يكمل الاهداف بتاعته اللي بعد كده آآ زهراء المعادي النهاردة شغلها كويس جدا آآ برضو بدأت تشتغل كده في اتجاهها للخمسة ونص اللي قلنا عليها قبل كده آآ المجموعة العقارية النهاردة برضو اشتغلت حلو آآ وصلت لجنيه زيرو التسعة كنا قلنا قبل كده ان منطقة الجنيه زيرو تلاتة اربعة دي يعني المفروض ما يكسرهاش وجنيه زيرو اتنين واحد فبدأ الساهمة هوت في الصعود آآ وصل لي لجنيه زيرو تمانية خمسة دي نقطة مهمة قوي تسلم لجنيه تلاتتاشر اتنين يرتكز عليها يكمل الصعود متتالي بقى كده كده عدى الترين ده هوت اللي كنا محدد نهوله فنشوف بكرة ان شاء الله يكمل المسيرة بتاعته والزحف البطيء بتاعه بس برضو انا قلتلكو اهو محدش يخش معاه جديد انا باشرح الاسهم بدعة عبداللاطيف ده للناس اللي معها السهم انما انتم تبعدوا عنه ادن طبعا النهاردة اتحرك وقلتلكو السهم ده ما يتسبش آآ كان فرص في التصيحات اللي فاتت آآ نشوف السويدي النهاردة آآ يعني ما عملش باور قد كده لسه ما وصلناش للاتناشر تلاتة وسبعين اللي عايزين يرتكز عليها بيرتكازوا عليها يكمل القلعة آآ النهاردة ما كانش شغلها قد كده يعني هو مبرح خرجه برا الضلع اللي كنا محدد نهوله او التريند الهابط آآ المفروض انه هو ينزل يعيد الاختبار عنده او عند الاتنين تمنتاشر فلسه السهم عشان كده ايه مداش الباور اللي قد كده لانه بطلعه ده لازم يرجع هيعد للاختبار من منطقة دعم يتكون كويسة ممكن الاتنين اتناشر طالما كسر الاتنين واحد وعشرين النهاردة ومقدرش يرتكز اعلى اتنين تلاتين فانت كده ميل ان انت تهبط فنشوف هيرتكز على اتنين تمنتاشر ولا لا لو فشل هيرجع الاتنين عشرة آآ بيلتون لسه اداءه يعني ايه بيحاول وصل النهاردة لحدود الموفنج الآآ التاني وراح عمل من عندها نزول تاني فهنشوف هو ارتكازه النهاردة برضو يعني بيسحف كده وقافل على الاتنين تسعين مرتكز عليها لو فود المرتكز عليها هيسلمني على اتنين تلاتة وتسعين وبعد كده يرتكز على اتنين خمسة وتسعين يبدأ الجيم بتاعه المشروعات النهاردة اللي لسه كلمنا عن بارح وقالنا ما بتشتغلش لسه واداءها هزيل وكده واكيد السنة دي هيتحرك بدأ فعلا التحرك هون النهاردة وعدى الموفنج الثاني هنستنى بقى عادة الاختبار والارتكاز اهم حاجة ما يكسرش سبعة وعشرين تمانية مرة تانية يرتكز عليها هيسعد واستكمال الصعود بارتكازه اعلى تمانية وعشرين خمسة يبقى فرص حلوة من هنا ويبقى يقافل خسارة تحتها نشوف ايه تاني اسكندرية تداول حوايات قلنا عليها قبل كده انها فرص اه ايجي ترانس نفس الكلام اه مصر الجديدة النهاردة وصلت للترند اه وتجاوزته وحققت هدف تسعة اربعتاشر كنا متكلمين عليه فان شاء الله نشوف بقى لاعادة الارتكاز اعلى الترند ويحاول يطلع ويبات فوق التسعة اربعتاشر عشان يكمل عامل باور كبير مصر الجديدة وبتحقق اهداف عديدة بالمهلز برضو النهاردة رجع بقى للنشاط بتاعه اه عامل صعود حلو وما زال مكمل وبيسعد بقى فوق الاتنين حداشر عايزين يرتكز اعلى الاتنين حداشر ان شاء الله يكمل الصعود بتاعه اه نشوف برضو ايه تاني ليسوا كويسة يا جماعة مش كل شوية هنقد نشرحها يعني قبل كده قلنا عليها وبتاع فالنهاردة برضو وصلت للموفنج التاني بتاعنا وفقت منه الباور شوية يبقى انا ان شاء الله بستنى ان هو يطلع يرتكز اعلى التسعة جنيه يكمل لان من عند التسعة جنيه اللي تسعة ستة واربعين فاضية فهو محتاج باور يجيله والباور هيجيله ان شاء الله من منظر الشموع بتاعته تقول ان هو جاي له باور والسهم ده برضو من ضمن الاسهم الكويس اسبيد النهاردة اللي كده اتكلمنا عليه وقلنا يطلع بس ويكمل فوق الستة واربعين اربعة وستة واربعين خمسة عايزين يرتكز عليها النهاردة عمل باور من تحتها لفوق خالص قرب للمناطق الخمسين وصل للمناطق الخمسين وبعدين ايه فقاد الباور بتاعه بسيط كده هو كده بيحاول يطلع فوق الموفنجين شوف المرة اللي فاتت لما صعد هنا لمس في الموفنج اللي تحت ونزل النهاردة بيجيب الموفنج الاعلى فواضح ان القوة حصلت فيه التجميع فيه قلنا من منطقة الشراء اللي كنا محددينها من الاسبوع اللي فات اهيه فهو كان قاعد يجمع في المناطق دي بيشتري يطلع ينزل يشتري 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 ويبدأ بقى الباور بتاعه فاللي فاهم تحليل فني كان هيهودي يشتري معاه ويحتفظ بالاسهم عشان اما يجيلوا الموجة يبدأ يربح معاه فان شاء الله نتوقع له بقى الارتكاز اعلى التمانية واربعين تمانية او الستة واربعين خمسة بحد اقصى ارتكاز اللي عليها تكمل الصعود بتاعك. نشوف برضو جنوب الوادي آآ بجنيه آآ خمسة وستين مقدرش يوصل لها. لسه عنده الهدف اللي هو جنيه تمانية وستين ده اللي جابه قبل كده ونزل من عنده وارتكز على الجنيه ستة واربعين فانت الوقت باستهداف برضو جنيه تمانية وستين. استكمال الجنيه فوق الجنيه التمانية وستين. وارتكاز عليه يكمل الصعود بتاعه. آآ نشوف كيما النهاردة كان عليها شغل كده. آآ يعني لسه ما جابتش الستة تمانية وخمسين. آآ يعني الباور بتاعه يبدأ لو ارتكز على الستة تمانية وخمسين سبعة. انما هو الوقتي بيحاول ان هو يوصل لها تاني. نشوف ايه تاني. الشرقية. الشرقية من الغزائي طبعا. مش الشرقية للدخاني يعني لا بارك الله في في الاسهم الحرام يعني. فكل اي حد في معاه الشرقية للدخان. مدينة الانتاج. مصر الاسواء الحورة. الاسهم اللي فيها حرمانية دي يا جماعة. ابعد عنها وبيعها باخسارة ما تستناش فيها حتى فلوسك. صلح الغلط اللي انت دخلت فيه. ده اسهم محرمة. غير جائز ان انت هتدول فيها ونستنى منها ربح. آآ الشرقية هيت. آآ بدأ برضو ان هده الصعود بتاعه شوية كده انه هيرجع تاني فوق الترند كويس ويلمس كده ويبقى جواه ممكن يستهدف كده الستة وتمانين على التانية. بس هو لسه ادقه ضعيفة يعني ما فيهوش باور كده حلو وعنيف وتشوفه كده. آآ نشوف حاجة تانية. فيه آآ تجاري الدولي النهاردة ادقه مش حلو. يعني جابت ترند كده اللي كنت عملهوله. وآآ فقد الباور برضو من عنده. وما يقدرش يرتكز اعلى الثلاثة واربعين اتنين وتلاتين. فحصل هبوط بسيط كده. هنشوف يعني طول ما انت اعلى اتنين واربعين ثمانية واربعين هيفضل كويس. آآ لو فقدها هينزل تاني لمناطق الاثنين واربعين. فنشوف بقى ان شاء الله. لان خد بالك بص قلنا ان منطقة تلاتة واربعين. اتنين وتلاتين فاضي الاربع واربعين ونص. فمستني هو باور برضو يخش له شوية ولسه اداء الاسواق العالمية النهاردة اول يوم يشتغله بعد التوقف في الاجازات. فهو تبع طبعا الاسواق اللي برا. فهنشوف. طلعت مصطفى. النهاردة حاول يهاجم هو توصل للعشرة تلاتين. ما قدرش يتجاوزها. قلنا محصورة هوت في المنطقة بتاعة التسعة تسعة وتسعين للعشرة تلاتين. آآ يعني نستنى ان هو يرطلع يرتكز اعلى العشرة تلاتين افضل عشان ياخد الباور لكن مش منطقة شرع المناطق دي. لازم يطلع فوق العشرة تلاتين. آآ ده جنوب الوادي قلناه. نعم قلناه. تمام. آآ الشمس بالنسبة للشمس وصلت النهاردة للترند اللي قلنا عليه. وقافل فوق الترند. آآ فان شاء الله نشوف بكرة الارتكاس بتاعه. اهم حاجة بها ما يكسرش السبع ستة وتلاتين تاني. يرتكز عليها. يبدأ الصعود يبقى فرصة ان هو يوصل للسبع سبعة وخمسين تاني. مصرية صلاة آآ خمسة وعشرين تلاتين بتحاول ترجع تاني. اهم حاجة يرجع. يرتكز اعلى الخمسة وعشرين ستين. ويطلع للستة وعشرين تسعين اللي نزل منه. فدي منطقة يعني ايه؟ منطقة هدف. في اول وقت لما يطلع يرتكز على خمسة وعشرين ستين بيستهدف ستة وعشرين تسعين. آآ فتاخدوا بالكم من الاهداف وما حدش يشتري بالغالي. ويفضل بلاش تشتري. يعني اللي لسه مزنوق فيه خلاص. يعني انت تحاول بقى دي تتخرج منه كده على الاهداف ومناطق التمركزات بتاعته. الا لو ارتكز على الهدف التاني. نشوف آآ آسك بالمرة. وعد النهاردة التريند عايزين بقى يرتكز عليه. ولا مرة ارتكز عليه. كل مرة دي منطقة بيطلع لها ويرجع منها. وصل للهدف كنا محددينه تسعة ستين ومن عندها بالزبط راح نازل. مناطق اهدافنا مفيش حد يقدر يجيبها ولا اي شركة في مصر. اي شركة في مصر تقول لك هدف اعرف ان الهدف بتاعه غلط. فانا الحمد لله اللي بقى عرف اجيب الاهداف بالميلي. فالسهم شوف اول ما وصل لتسعة ستين فقد الباور بتاعه وباع لحد ما نزل لتمانية اتنين وستين تاني. الوقت بيحاول السعود بالارتكاز اعلى التمانية سبعين. عايزينه بقى يرتكز اعلى التسعة حداشر. يعني او اقل حاجة يرتكز لي فوق التريند ده لو عاد الاختبار ما يكسرش منطقة التسعة سير واتنين ويقوم صعد منها تاني يبقى كويس. شوف ايه تاني سيد كريل. بسرعة كده. سيد كريل شغال كويس. طول ما هو ايه محافظ برضو على المنطقة الهدف لما جابها اربعتاشر تلاتاشر. محافظ على نفسه في قول اتناشر سبع وعشرين كويس. طول ما هو جوه الدايرة دي وجوه المربع اللي انا عمله له يبقى الساهم كويس. عايزينه بقى يرجع يرتكز اعلى اربعتاشر تلاتاشر. المتحدة اللي الناس بتسأل عليها. يعني المتحدة التوابع. اسهم تابعة للقياديات اللي هي مدينة ناصر مصر الجديدة بالذات. فالواحد يفضل يخش في القيادية مش في التوابع. طيب المتحدة كاداؤه الوقت عمل الباورة هوت لان كان منطقته فضية من تلاتة تسعة وتمانين. لمنطقة الاربعة زير و اتنين كانت فضية معاها الحاد ايه اربعة اربعة واربعين. فعشان كده كان بيتأخر شوي انهم يحتاج باور يدعمه ويعدي به الترند ويملى الحتة الفضية دي. فوصل فعلا الاربعة واربعين المستهدفة من اربعة زير و اتنين. ويقوم ايه يحاول مرتكز عليها. فالوقتي المفروض ان احنا بيعنا على الربعة واربعين. اه ونشوف الارتكاز بعد كده اعلى اربعة واربعين ياخد نفسه ويكمل. المفروض ان هنا دي كانت مناطق بيع. عشان منطقة كبيرة ودخل ما لها اهو. اه في برضو ناس بتسأل على ابن سينة. ابن سينة كان الهدف الاتنين سبعة وتلاتين. ونزل من عندها ورجع تاني يحاول المهاجمة. اه يعني اداءه هزيل شوية. يعني بيحاول هو طول الايام اللي فاتت ان هو بيرجع تاني مع الباور ده. الباور ممكن يتخذ منه في سبيت. يعني انا بحس ان هما اتنين مضربين. او مضرب بيبدل من هنا الهنا. فالسهم النهاردة يعني مقدرش يحافظ على المستوى اتنين وربع. ونزل لان منطقته فاضية من الاتنين عشرين لاتنين تسعة وعشرين. محتاجي يملاها تاني. فلو مقدرش يعدي او يفضل محافظ على مستوى اتنين عشرين ما يكسرهاش تاني يبقى يكمل السعوط. لكن لو كسرها تاني بالمنظر ده يبقى لسه ضعيف او بيضعف منه او بيتخارج. القاهرة للاسكان. كده انا بحاول اجيب له كل الاسهم. برضو بعد ما وصلت للهدف من جنيه واحد وتلاتين. ووصل لمنطقة مقاومة جنيه خمسة وتلاتين سبعة. بالملي برضو من عندها راح نازل. ونزل وبعد بعيد قوي. الوقت بيحاول المهاجمة مرة تانية اغلاقه. يعني فوق جنيه ستة وعشرين اوكي. بس لو كان قفل فوق جنيه تبانية وعشرين دي اللي عدها النهار ده كان هيبقى كويس. فهنشوف. يعني ممكن ان هو كده بدأوا يتجه للقاهرة والمتحدة. لان مصر الجديدة برضو وسط لتشبع مدينة ناصر. نفس الكلام جابت هبت هدف ونزلت. فممكن بقى لما اصحاب السيولات الضعيفة شوية او الميكر اللي بيبقى اقل غنى شوية من الناس اللي فوق في المؤسسات والبنوك اللي بيشتغلوا في الاسهم القيادية. يبدأ يخش يلعب في دي يقولك ايه توابع بقى. فادقه كويس انبارح والنهار ده. اه شيء كويس. انا عايزه بس يرجع يرتكز اعلى جنيه واحد تلاتين ستة يبقى فرصة. اه نشوف مدينة ناصر بالمرة. برضو ادقها انبارح والنهار ده كويس جدا. اه كانت وصلت لمنطقة اه مقاومة من عند الثلاثة تمانين. اه نزل الساهم. فالوقتي بيحاول يهاجم مرة تانية. اه يعني كده يعتبر جاب هدف على الشمعة بتاعت انبارح. فنشوف ارتكاز وبقى يعني عايزين يفضل مرتكز على التلاتة ستين. ما يكسرش التلاتة ستين اهم حاجة يرجع لتلاتة ستة وستين. بالارتكاز عليه هيكمل الصعود بتاعه. نشوف ايه تاني. جي بي اوتو. ده حاول يجيب كل الاسهم اللي الناس كتبتسعر عنها الفترة اللي فاتت. برضو اه اه اعلى الترند انبارح. اه والنهاردة. بيحاول اهوة يروح في الخمسة سبعة وستين. دي مناطق ضعف. شوفوا مناطق ضعف بتيجي من هنا لمنطقته فاضية. من خمسة سبعة وستة وسبعين. لفوق فاضية. فهو من هنا برضو بيحتاج باور شديد عشان يطلع يملأ المسافة دي. فهو يعني ايه هنا حاول يعديها مقدرش تاني يوم ام حاول مقدرش ام راجع. الوقت بيحاول المهاجمة تاني عندها. فانا اشتري امتى الساهم ده. لما يرتكز لفوق الخمسة ستة وسبعين. او يطلع يملأ للمقاومة اللي جاية. انما كده لا. دي مناطق خطر. اه اعتاء في حد كان بيسر على اعتاء نبص عليه. اه برضو قصلت للمقاومة. عند الجنيه سبعة وتلاتين ونزل لجنيه اتناشر بيحاول المهاجمة تاني. فما قدرش النهاردة يرتكز اعلى الجنيه تمانية وعشرين خمسة لان معها فاضية لجنيه اتنين وتلاتين. فهو مستني باور. فشكل باور لسه مش عنده. وشمعته حمراء. لا. يبقى لازم يرتكز اعلى الجنيه تمانية وعشرين خمسة عشان يكمل. والافضل يعني يعني استنى لما يطلع لجنيه اتنين وتلاتين وجنيه خمسة وتلاتين ستة عشان يكمل لو انت عايز تشتري في الساهم. انما لو انت فيه هي دي المناطق اللي فيها ضعف يعني. من عند الجنيه تلاتة وتلاتين لجنيه خمسة وتلاتين كده تحاول ايه تخرج منه. لحد ما يرتكز اعلى المنطقة دي. اه العربية المحابس النهاردة اشتغلت كويس. ومن امبارح واول امبارح وقلنا للسهم ده كويس وبيحضر الهجوم بعد ما وصل لجنيه ونص. بيحضر للهجوم بتاعه. اه النهاردة قافلة هو تفوق الجنيه اتنين واربعين. اوكي. طول ما انت مرتكز اعلى جنيه واحد واربعين اربعة. السهم كويس. في ايه تاني. الناس بتسأل على ايه تاني. نشوف النظم التعليم. يعني السهم برضو اه في منطقة التجميع لسه بتاعته. انا قلت قبل كده ان هو لما يطلع يرتكز اعلى ستاشر ست. او اعلى ستاشر خمسة. لازم. وعنده كمان نازل. يبقى حتى استنى لما يطلع فوق الترند. عند مثلا الستاشر اه تسعة. ويطلع ويرتكز عندها وما يكسرهاش تاني يبقى كويس. انما طول ما هو كده تحت الترند لأ. فهو يعني بيوصل لحدود الموفينج وبيحاول يرد منها تاني عنده بقى الترند اللي هو اه لما بيوصل للمقاومة عند السبعتاشر سبعتاشر ستة وبيفقدها تاني. فنشوف. لو عد الترند ويعدي السبعتاشر ستة ممكن يبقى فيه خير. هيرميس. النهاردة يعني لمس التمنتاشر ونص كمنطية هدف قبل كده محددينها. وفقت برضو الباور من عنده. فلسه الساهم ده مش للشراء اللي لما يرتكز اعلى التمنتاشر ونص. كفر الزيات. النهاردة وصلت لهدفنا. الحمد لله. التمانية وستين كنا محددينها. شوفوا اول ما دخل في التسعة واربين ونص. يطلع على طول يسلمني الهدف بتاعي التمانية وستين. وجاب كمان تسعة وستين تمانية واربعين. ونزل اتنين وستين تسعة وستة وتسعين. آآ السامي ده لو عايز يكمل لازم يطلع يرتكز اعلى التمانية وستين. انما هو كده وصل لمنطقة اعتاف. آآ فنشوف لو وقدر يحافظ على التمانية وخمسين خمسة وسبعين كتمركز له. يممكن يروح تاني ويهاجم المنطقة دي. آآ لكن استكمال الصعود او ان انا ادخله بقى تاني. لما يرتكز لأعلى التمانية وستين اعمل له الجيماج دي ده بتاعته. ده نشوف ادي اهدافنا بتتحقق بالملي. السام ده معنا على فكرة من عند حدود السبع واربعين جنيه. ما عادش معنا هو تسبوعين. الحمد لله وصل للهدف. نشوف كليوباترة. قبل كده عملنا عليها فيديو قلنا لكم آآ خدوا بالكم من منطقة ال آآ البيع بتاعته. يعني هو لسه ما جابهاش. يعني هو ايه? يصعد لك كده يوم في اتنين وثلاثة والنهاردة يعمل لك شامعة حمرة كده. عادي. عادي. لسه لازم يروح يجيب المنطقة اللي قلت لكم عليها خمسة خمسة واربعين. لازم. منطقة البيع اللي احنا محددينها. اهي. واضحة. آآ لحد ده خمسة اتنين وستين. فهي دي مناطق البيع اللي لازم يخش ويلمسها. فآآ ممكن برضو اه لو انت معك السهم اسبر عليه ما تبيعش لازم يرجع لمنطقة اللي انا همحدد. لازم. لان تحليلنا ما بيغلطش. والقطنا ما بتجذبش. النهاردة برضو آآ مبكو وصل لمنطقة الاهداف بتاعتنا. ووصل لحدود الموفينج. ونزل من عندها. يعني جاب المية وستين كده. وراح نازل لمية تمانية واربعين. فشغال حلو قوي على الموفينجين. يعني هو اشوف كل الايام اللي فاتت دي كانت ما فهاش تدولات تقريبا. وآآآ. سابت بس همه ضعيفة. التدول في ضعيف. فهو بيشتغل ايه بين الموفينجين. اللي هو ايه لسه مش محدد. انا هطلع وكمل فوق الموفينجين بالارتكاز عليه. لكن ولا مرة ارتكز. بيطلع فوي وينزل. بيطلع فوي وينزل. فبالمنظر دايب خلاص. ولا ده مينا فارم. مينا فارم آآ. ده مينا فارم. موبكو. لا. جاب آآآآآ. هشوفه برضو غير المطورون العرب برضو جاب هدف كنا محددينه عند اتنين وخمسين اربعة الحمد لله النهاردة اتحقق الهدف معنا والسهم من عنده فقد بقى بعض قوته شوية فالمطورون وصل للهدف اللي كان متحدد اتنين وخمسين اربعة عايزين نشوف نطقه فين هورهولكو برضو قبل ما نخرج لان ده من ضمن الاسهم اللي كنا محددين له برضو الجيمات بتاعته فادي الباور بتاعه النهاردة مكمل من فوق المية وعشرة كان زمان حد سألني في القناة عليه وفقولت له الارتكاز اعلى المية وعشرة هيكمل سعود بس ده محتاج راس مال ان انت تخش يعني تغرف لك في كده ايه اه الف ساهم ولا حاجة فيفرقوا معاك اقل حاجة اقل حاجة يبقى خمسمية ساهم فاي الاسهم دي لما تطلع كده من مية وعشرة المية وخمسين اه خمسين جنيه في اه الف ساهم حلوية لكن ما ناخدش بقى فيه عشر اسهم وعشرين والحاجات دي فالنهاردة هو هتجاب مية واحد وخمسين جنيه كويس جدا عايزين نشوف اه هبقى اعمله بقى تحليل اه ونشوف الارتكازات بتاعته هتبقى فين بعد كده اه لكن وصل لمنطقة اهداف من مية تمانية واربعين تمانية وتمانين كان كويس جدا مكافر الزياد خلاص قلناه اه ابو زبي في حد كان بيسأل ابو زبي انا مرة واحدة عايز اقول هالكو بقى مرة واحدة كده في فيديو اه دي ابو زبي يعني اه دي كانت اشارة بيع اللي حصلت دي دي اشارة بيع من عند الواحد وعشرين اتنين وتلاتين بدأ السهم ينزل فانا مش مهتم باسهم البنوك قوي يعني اللي شقد انتباهي كان بنك قطر من عند الخمستاشر جنيه فانتو شايفين اداؤه فانا عشان ما بس ما بحبش هشتغل في البنوك قوي مش لحرمونيتها يا حلال وكل حاجة بس انا ما بحبهاش يعني عندي اسهم حلوة كتير في حاجة تانية الواحد ما يكونش بس ناسي مكرو تعال نبص كده على مكرو اعمل حاجة ما عملش حاجة لسه قلتلك ان هو ايه شغال محصور كده من اربعة جنيه للاتنين جنيه تسعين طول ما هو كده انا ما بصلوش ولا فكر اخته ده انت لو فيه بتبقى عارف بقى ان هو يرجع انا قلتب لكده ان هو يرجع لمنطقة التلاتة عشرة واتنين تسعين اداؤه رايح لكده يجي اخدعك بقى ان هو يسعد ولا بتاع لا بيبقى حتى الصعود بتاعه مستهد في تلاتة خمسة وتمانين اربعة جنيه فملوش لازمة خالص السهم ده اه في ايه تاني سوديكو السهم اللي انا بحبه اه وقلنا عليه قبل كده للشيرة اه كان مع عميل عندي ومن ضمن العملة اللي اضطردناهم يعني لانه ايه مش قادر يصبر ومش وثق فينا فا والسهم كانوا كذبان معاة لكن يقولك ايه يجولagne الش прошها اكتشى للناس اللي ايه اقلم اننا في العلم وهتقيم يقولك الشخر لي مشى لاء كانت جاي لواحد ايه واحد ساحر بقى انا هديك لقاسهم تضرب معاك عشرة وعشرين في المية كل يوم فاقادي السهم ايه السهم ده كان مع انا منين من منطقة من تحت التلاتة تسعين اقول لكم والله كان من اتنشر ونص باين معنا اه اتنشر ونص ايوة فتكرت شوفوا المنطقة بتاعت الاتنشر ستة وعشرين دي الاتنشر اه ونص منطقة فاضية كنا بنشتري بقى في المناطق دي من الاتنشر ستة وعشرين عشان يطلع معانا وقلنا ان محددين له الاهداف عند التلاتاشر تسعين وبعدها تطلع تطلع معانا المنطقة الخمستاشر تلاتة وتسعين ولسه كما ولسه يعني الساهمة حق الاهداف واهداف كتير اللي هي من اللي فات داك يعني اللي ما بيصبرش بيضيع منه فرص كتير جدا شوفت من اتناشر جنيه الساهمة طلع لستة تسعين يلا انا قلتلكم قبل كده الناس اللي بطردها من عندي ده ربنا مش رايد له الخير ومش رايد له الرزق والناس اللي بتوصلني بيبقى ربنا كتب لها الرزق ان تشتغل مع المحلل الفني الوحيد في مصر المحترف تحريل فني ليه اشتغلنا دولي يا جماعة اشتغلنا عالمي مش شغالين هنا في البورصة المحلية وهنتكلم بقى ونقعد نقول ان احنا رؤساء قسم تحليل فعندنا التحليلات الحمد لله ما بتغلطش ادارة المحافظ عندنا الحمد لله كل يوم في مكاسب ولسه اللي جاي احلى ما تنساش اللايك قبل ما تطلع من الفيديو اللايكات مزعلاني حاولوا ادوسوا لايكات اكتر من كده كان معكم اسد الفوريكس محمد ايمن وسلام